الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاصرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقهم وجاءهم البيناء وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابِ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتِ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ أَسْبُكِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْحَمِيدِ تَكْتَكْتَكْبِيرُ تَكْبِيرُ نَدَا شَتُكِجَجِ نَعِبُ وَزِرِ وَفَذَا مْتَزَامِ بِتِ وَكِ تَنْزَنِيَا مَنْيَ أُمْرِ وَمِيَا كُمِنَا بِلِ ndiyo mshiriki peke yake katika idadi ya vijana 20 mwenye umri mdogo kuliko wote ni Sumaya Tuma Abdallah aki wakilisha Tanzania bara katika mashindano malumu haya 20 ya kuifathi kitabu kitukufu cha Qur'ani ya Afrika ya naiwa ndaliwa na tasisi ya Al Hikma Foundation anasindikizwa na vijana wa scout kwenda kuchuku wanafasi na kufikia hapo hatimae ule mtanange wa vijana 20 umefikia kikomo takibir tusimame kwa ajili ya Qur'ani tusimame kwa utukufu ya Qur'ani tusimame tusimame takibir tak 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 takibir takibir asante ni sana kainichini mwashmiwa mwashmiwa mgeni rasmi rais wa jamudia mungano wa Tanzania kufika hapa mashindano yetu kwa upande wa vijana ya mefikia kikomo upande wa meza ku mwenye kiti wakamati kuya mashindano Shek Nurudin Kishki endelea na kukamilisha ratiba ili obakia mwashmiwa mwashmiwa Dr. Gemedali Hodari Dr. John Pombe Magufuli Raisi wajamuhuri ya mungano wa Tanzania kwa kuwakua muda ninaomba niseme ya kuwa ittifaki imezingatiwa mwashmiwa Raisi wajamuhuri ya mungano wa Tanzania nilesimama mbele yako ninaitua Shek Kishki mwenye kiti wa mashindano haya na mkurugenzi mkuu watasisi hiya alhikma foundation tunafuraha isiyo kuwa na kifani na leo tunahakia kujigamba na leo tunahaki ya kupiga vigelegele Raisi wetu mpendwa Raisi wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli ni mgeni wetu rasmi katika mashindano yetu ya ishirini Mwishmo Raisi haya ni mashindano ya ishirini na mashindano haya yalianza mwaka alfumbili na mwaka huu yanatimiza mwaka wa ishirini ambapo nchi kuminanane zimeweza kushindana mbele yako nchi hizo zikiongozo na Tanzania Kenya Uganda Rwanda Burundi Congo DRC Somalia Ethiopia Jibuti Sudania Kaskazini Ghana Senegal Nigeria 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 Msumbiji Komoro Zimbabwe na Afrika Yakusini Mwishmo Raisi kwa unye nyekevu wako na kwa upendo wako wa hali ya juu kwa wananchi wako na wa islamu ambao ni miongoni mwa raia wako na nchi wako sisi kwa nafasi yako na kwa uwingi wa mambo ambayo unayo tulikuomba uje mwishoni mwishoni angalau upate kusikiliza wa shiriki wa tatu hali wa tano lakini wewe ukasema hapana nita kwenda na ham ya kusikiliza nusu ya wa shiriki ungele sana mwishmo wa raisi hakika leo metupa hishma kubwa sana Uwepo wako leo katika uwanja huu ni salamu utosha kwa maraisi wote wa Afrika hii na dunia kwa ujumla wajifunze kupitia kwako na wajifunze kupitia kwa jamuhuri ya mungana wa Tanzania inchi yenye amani ya hali ya juu utulivu wa hali ya juu mshikamana wa hali ya juu ikaweza kukusanya zaidi ya watu laki moja ngani ya uwanja huu na uwanja wa uhuru mwishmo wa raisi umefurika mpaka nje wa Tanzania wa mejaa Mwishmo wa raisi kwa kuoko wa muda ninaomba kwanza kabisa ni kutambue wewe uwepo wako kama mgeni rasmi katika mashindano haya kwa unye nyekevu wako upendo wako umetuitikia na umuengana nasi tunamomba mola akulipe kila laheri akupe afia njema akupe ulinzi wa kutosha akupe nguvu za kutosha ili uweze kulisukuma gurudumu la jamuhuri ya mungana wa Tanzania mbele kwa mbele Mwishmo wa raisi ninaomba niweze kutambua uwepo wa waziri mkuu wa jamuhuri ya mungana wa Tanzania ndugu yetu kakayetu kasi majaliwa tunaye makofi kwa mwishmiwa kasi majaliwa lakini pia ninaomba ninaomba nitambue uwepo wa raisi wa awamu ya pili mze wetu mlezi watasisi hii mashindano haya tangia ya miaanza amekosa kuja mwaka mmoja tumwaka jana nalikuwa nje yanchi mzee alia hasani mwingi mwezi mungu wa mpenguvu aafi ya njema na kila la kheri makofi kwa ke lakini pia naomba kumtambua raisi wetu wa awamu ya nne mpendwa wetu doktor jakaya mrisho kikwete na yeleu ndani ya mashindano ya kurani akiungana na mwishmi wa raisi john pombe magufuli makofi kwa ke mwishmo raisi ni tumena fasi hii pia kumtambua waziri watamisemi utoka nchini saudi arabia akiungozana na ugeni mbali mbali doktor saleh al-sheikh makofi kwa ke mwishmo raisi kipe ke naomba nitambue uwepo wakiongozi wetu wakiroho mlezi wetu shekhe wetu mkuu mufti wetu ambaye ushauri wake nasahazake miwongozo yake ime tufikisha hapa tulpofika mwishmi wa abu bakar bin zuberi bin ali mufti wajamuhu ya mungana wa tanzania makofi kwa ke mwishmi wa pia naomba kumtambua makamu wa raisi wa awamu ya nne doktor ghali bilal mze wetu mpendwa wetu kine tukimwalika kwa unye nyekevu wa hali ya juhu hajapata kutuangusha doktor ghali bilal makamu wa raisi wa awamu ya nne nae tu nae katika uwanja huu leo mshuwa raisi naomba kumtambua ndugu yetu kakayetu mkua mkua wetu wa daru salam po makonda ndani ya uwanja wa taifa amependeza utathani mufti wajamuhu ya mungana wa tanzania lakini kupendeza kwake leo umewafunika wote mwishmi wa raisi wakati unangia siku kutambua haraka inkasema ni mufti wa saudia leo kanya kumbeni doktor john pombe magufuli umependeza sana mwishmi wa raisi mwishmi wa raisi kwa haraka haraka tunamawaziri tunawaziri wa tamisemi mwishmi wa jafo tunawaziri wa sheria mwishmi wa palamaganda kabudi tunaye tunaye mwishmi wa waziri wa ulinzi dokter huseni mwini kwa haraka haraka na wapo wasimame wapunge mkono wa tanzania waone mwishmi wa mawaziri wa tatu leo umetunga mkono na kumunga mkono raisi wetu mwishmi wa raisi kipekei kabisa tunajajimku wajamuhuri ya mungana wa tanzania professor ibrahim juma ndani ya uwanja wa taifa katika mashindano wa ishirini makofi kwake nae lewa mependeza maana unaweza kupisha na nae tumezoea na vaki jaji jaji lakini lewa mevaki sheke mwishmi wa mependeza sana na karibu sana katika mashindano haya mwishmi wa raisi tunaye sheke wetu wa mkua wadaru salamu kake yetu ndugu yetu ambaye pia ndiye mwenye kiti wetu wa kamati ya amani katika mkua huwa wadaru salamu ibosi wetu kuna mnamoja mwenyingine na hivikaribuni tumekubalia na nae tunakaulimbiu kamati ya amani utangaza amani bila mipaka kuna zote za tanzania na tuko vizuri na tunajipanga chini ya unye kiti wake makofi kwa ke sheke wetu wa mkua wadaru salamu lakini tunaye katibu mku wabaraza kula wa islam tanzania ndugu yetu nuhu mruma nae tunaye ndani ya wanjahu lakini pia tunaye mkurugenzi wakupambana na mafisadi wakupambana na watuarushwa na walarushwa ndugu yetu diwani ya thmani ndani ya wanja wa taifa karibu sana mshmo raisi kila nita kapopata fursa nitaendelea kwa tambua uepo wa wageni mbali mbali nomba niseme itifaki nimeizingatia kweli kweli mshmo raisi kwa muji wa ratiba ambayo ni nayo hapa hivi sasa ni neno na salamu kutoka kwa raisi watasisi yetu ambayo ya mekaa kushotoni kwako Sharif Abdul Kadir yukuwa mtume muhammad yukuwa mtume muhammad yukuwa mtume muhammad ni babu yake wa 40 au 50 yukuwa mtume moshma muftia yukuwa wana khabarin zito sana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل للجنة أبوابا وللبر أسبابا وللإحسان أربابا وللخير أحبابا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yukuwa mtume muhammad 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 السيد دكتور جون popombe mgufuli وجميع الرؤوساء السابقين الرئيس الوزراء التنزاني السيد مجلوة قاسم مجلوة سماحة مفتي تنزانية العلامة الشيخ أبوبكر بن علي بن زبير معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضي مجلس وزراء في المملكة العربية السعودية معالي الشيخ صالح بن عبد العزيزة على الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الرئيس الأسبق الحاج علي حسن مني الرئيس السابق جاكايا مريشو في كويته نائب رئيس السابق دكتور غالب بلال شيخ محافظة دار السلامة شيخ الهادي موسى بن سالم نائب الشيخ أحمد المعلم القاضي عبد الله يوسف ونواب البرلمان وكبار المسؤولين والغزراء المحترمين والسفراء المكرمين ومشايخنا الكرام ورؤساء مؤسساتنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذه الأرض الطيبة أفريقيا التي كانت ملاذا ومتنفسا لوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة للهجرة لا يزال أبناؤها أو فياء لدعوة الإسلام محبين لقيم الخير والعدل والسلام وها هي مزامير الأفارقة القرآنية تحرك القلوب وتطرب الآذان وها هو الجمع الكبير الذي جاء من كل مكان يحتشد لتكريم أهل القرآن فبارك الله جمعكم وشكر الله لأهل تنزانيا حكومةً وشعبًا حفاوتهم بحفاظ القرآن ومحبتهم لكلام الرحمن ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وأن يديم لنا مجدنا وأن يزيدنا من فضله انظر فخامة الرئيس إلى هذا الحضور الذين أتوا من أماكن ودول مختلفة حضروا من أجل أن يكرموا أهل القرآن نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع الغفير ونسأل الله أن يبارك لأهل تنزانيا شعبًا وحكومةً وعلى رأسهم أنت فخامة الرئيس بسوب التسهيلات والاحترام الذي قدمته لأهل القرآن في تنزانيا ونسأل الله في هذا الشهر الفضيل ونحن نخدم كتابه العزيز أن يحفظ تنزانيا ويديم فيها الأمن والأمان والاستقرار والتقدم وخامة الرئيس مؤسسة الحكمة التعليمية يقع مركزها الرئيسي في ولاية التميكة تقاطع شارع يومبو أوبازي وفيها أكثر من 250 موظف تنزاني وفيها تعليم مرحلة الروضة وتعليم المرحلة الأساسية ومرحلة الثانوية بقسميها البنين والبنات وفيها مدارس تعليم القرآن ويكون الطالب بعد تخرجه نافعا لأمته ووطنه وتشرف المؤسسة على أكثر من 50 مسجدا وأيضا تقيم المؤسسة بحفر الآبار في القرى التي فيها شح للمياه وفي المساجد والمدارس وقد حفرنا أكثر من 100 بئر فخامة الرئيس بعد فضل الله أنتم السبب الرئيسي لكل هذه الأمور وخاصة حينما كنت وزيرا للإسكان نذكر فضلكم في تسيير أمور التسجيل عندما أردنا أن نسجل هذه المؤسسة والتي وجدنا فيها عقبات ولكن عندما وصل الملف عندكم فإنك وقعت عليه وقلت ألا يدرس في هذه المدرسة تنزاني قلنا لك نعم قلت وأنا أوقع عليه بتسهيل التسجيل فخامة الرئيس يشرفني ويسعدني أن أقدم باسمكم جميعا الشكر الجزيل لمعالي الشيخ صالح عبد العزيز أهل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الذي أبت نفسه الأبي إلا مشاركة أهله في تنزانيا للمرة الثانية على التوالي واحتفاؤهم الكبير بالقرآن وأهله والشكر موصول للمملكة العربية السعودية مليكا وحكومة وشعبا على رعاية هذه المسابقة وعنايتهم بها وتلك سمتهم وميزتهم بين العالمين ولا يفوتني فخامة الرئيس أن أقدم الشكر لسفالة خادم الحرمين الشريفين سعادة السفير محمد بن منصور أبو مالك على تهيئته جميع سبل التعاون والمتابعة منذ وقت مبكر من هذا العام حتى نجاح هذه المسابقة وجزاهم الله خيراً ونفع بهم البلاد والعباد وحياكم الله معالي الشيخ صالح وإن حضوركم بين أيدينا اليوم حافز ومشجع كبير لنا أدخل على نفوسنا سروراً وابتهاجاً لا يوصف فطبتم وطابوا ممشاكم وجعل الله الجنة مثواناً ومثواكم وأدام الله فضل المملكة وعزها ومجدها واستقرارها وأخيراً أشكر سماحة المفتي أبو بكر بن زبير بن علي الذي كان معنا فخامة الرئيس منذ الأول حتى نجاح هذه المسابقة معنا في كل صغيرة وكبيرة وهو الأب لنا ونحن نعمل تحت مضلته جزاه الله خير وأشكر فخامة الرئيس أشكر فخامة الرئيس السابق الحاج علي حسن مني على قبولها أن يكون الراعي الأول والمستمر لهذه المسابقة منذ بدايتها من عام 2000 والشكر موصول للمشايخ جميعاً على تفاعلهم معنا ولجميع رؤساء المؤسسات ولجميع الحاضرين والحاضرات على هذا الدعم اللامحدود الذي منحتمونا إياه بحضوركم المشرف لتنزانيا والأفريقيا جملة لا لشيء إلا لتعظيم كتاب الله العزيز في شهر القرآن وأنتم تسمعون القرآن فنطلب منه سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاص التور من شمع رئيس لنا فراهي سانة يسوه اليوم مكافي يزور سانة له فراهي سانة له مشرقنا سيزي كتكا وانجهي تكوفو هي مشاهدي كوبا كبسا جنسي أكيونغوزي وإنشي تكوبا موجة نواتو وديني نوامب الله سبحانه وتعالى أكولي بيا كيرا لخير هناكazi kubwa sana هنامجukumu kubwa sana ومأacha مشرق الناس ينوامب الله سبحانه وتعالى أكولي بيا كيرا لخير وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكولي بيا أكولي بياك أكولي بياك هailedه Sana mzee wetu Raisi mstafu Mzee ala hasani mwini Kwa uepo wake na kuwa mlezi Watasisi hii kwa mda mbrefu Lakini pia ameshukuru Mahusiano ya liopo Kati ya Tanzania na Sede Rebia Na uhusiano mashirikiano Ano ya indeleza Balozio Sede Rebia ya liopo hapa chini Lakini pia ameshukuru Wote waliohuduria katika hadharahi Lakini kubwa amehusia Waisilamu kuwa wamoja Waisilamu kupendana Waisilamu kuimarisha Amani na utulivu katika nchietu Kwani kuipenda Kur'an Waisilamu kushikana kwa pamoja Hili ndio diapo peke ambalo Litaleta mshikamano na amani ya kweli Katika nchietu Na kipeke amemeshukuru mufti wa Tanzania Mzee wetu Bakaru Zuber Kwa nae kuwacha shuhuli zake Na kukubali kudia kudiumuika nasi Katika shuhuli hii ya leo Kwa hivyo wasia wake mkubwa Kwa wa Tanzania na waisilamu kwa ujumla Kuipenda Kur'an Kuipenda waisilamu wao Na kushikamana nao Na kuimarisha amani na utulivu Hili sote nchimbili hizi Ziwe na amani ya kweli Na mshikamano wa kweli Asante sana Mshimura isi wajemhuri ya mungana wa Tanzania Mzee wetu Kiongozi wetu Mpendwa wetu Dr. John Pombe Magufuli Kabla ya kumnyanyua mgeni wetu Kutoka Seoul Arabia Ilina ya tufikishie salamzake Inaomba ni tumieda kika mbili kuatambua wadhamini wetu Mshimura isi wewe unanyua Haya mambo ya naefanyika Kwa kwa watu walotusapoti Amba wote ni wa Tanzania Tunawadhamini wa suapungua 26 Katika kutekeleza Au kufanikisha Shuguli hii Mdhamini mku Ambaye kwa zaidi ya miaka mitano Nampaka hivi lewe yendo mdhamini mku Ni banki Ya Amana Bank Amana Bank Bank ya kwanza kabisa Ya kislamu nchini Tanzania Na KCB Sahal Bank Lakini pia media ya ZBC2 Clouds Media EFM Media Radio Southia Quran The Islamic Foundation Tasisi Al-Wadud Tasisi ya Sule Natural Medicine Clinic Tasisi ya Propart International Tasisi ya Hodari Limited Mkono kwa mkono Hadi peponi Tasisi ya KC Land Tasisi ya Khidma Tasisi ya Atakwa Tasisi ya Al-Firdaus Tasisi ya Istikama Afrika TV Superdoll GBP Na ATN Bila kwa sahau flying bird Na jumuia ya jai Jamii bora Nyota bora Wa Tanzania Wa Tanzania kwa wingi Makundi kwa makundi Majumuia mbali mbali Na tasisi mbali mbali Zime tu supporti Kweza kufikia Hapa tulipofikia Mwenyezi mungu awalipe Kila lakiri Kutokana na uwingi wao Hatutaki kukusumbua leo Tungeli kuomba Wale wa kuwa tatu tu Wa shike mkono Angalau leo wa isikie Na uwape tuzo Kwa ni abayetu Mwishmo Raisi Na na hakika leo Hawato lala kwa furaha Kwa kushika mkono wako Mwishmo Raisi Kwa hishma na taazima Sasa Nimnyanyue Mgeniwetu Kutoka nchini Saudi Arabia Dr. Sheikh Salih Al Sheikh Waziri Wa Tamisemi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الذي تفضَّل عليكم بهذا الفتح الكبير في شهر القرآن شهر رمضان المبارك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلَّم تسليمًا كثيرًا فخامة الرئيس دكتور جون بومبي مكفولي رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية فضيلة مفتي تنزانيا الشيخ أبو بكر الزبير بن علي أصحاب المعالي أصحاب الفضيلة أيها الأخوة الكرام حفظة القرآن الكريم أيها الحفل الكريم الذي أتى لتكريم القرآن ولأهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أشكر الله تعالى على أن وفَّقكم لهذا الاجتماع والاحتفاء الكبير فهي فعالية مهمة سنوية تُعطي روح القرآن روح السلام روح المحبة وإني بهذه المناسبة لأشكر لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي مكفولي اهتمامه بالحضور في هذه السنة وعنايته بالمسلمين واهتمامه بشؤونهم فهو رجل يحب العدالة